أريد أن أتصدق عن أختي المريضة بنية الشفاء تقول كيف النية في الصدق كيف أنوي ولا أريد كذلك أن أجعل العمل ليس لله وإنما لأختي كما تقول هو العمل لله ما في شك أنت تتصدقين لله عز وجل وترجين من الله عز وجل أن يدفع بهذه الصدقة ما نزل من مكروه وهذا ليس شركه لأن الشرك هو العمل لغير الله هذا عمل لله لكنه عمل يقصد به مع كونه لله أن يحصل نتيجة له وهو دفع المكروه والشفاء وهذا لا حرج فيه وأكمل من هذا أن يتصدق الإنسان خالصا لله عز وجل بقصد التقربين لكن إن تصدق بنية دفع البلاء عنه أو عن غيره فالصدقة تقي مصارح السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر لي والله أعلم أن تقي مصارح السوء سواء نوى الإنسان ذلك أو لم ينوه لكن لو نواه فلا حرج في ذلك بمعنى الإنسان عنده ضائقة في مشكلة له أو لمن يحب وتصدق رجاء أن يدفع الله تعالى عنه ما يكره فهذا لا بأس به لأنها تقي مصارح السوء